السلام عليكم أكم رجاء من قناة خرافان إذن ستتجي الأنظار إن شاء الله يوم الاثنين المقبل إلى مدينة مراكش التي ستحتضن نصف نهائيات البطولة العربية حيث سيستقبل فريق الرجاء الرياضي الإسماعيلي المصري في لقاء قوي لقاء ناري بكل ما تحميل الكلمة معنا لقاء لا يقبل قسم على اثنين الرجاء الرياضي إذا ما أراد التأهل لنهائي البطولة العربية سيكون مطالب بتحقيق الانتصار ولا شيء غير الانتصار بحكم أن لقاء الذهب بين الطرفين انتهى لصالح الإسماعيلي المصري بهدف السفر الرجاء الرياضي سيكون مطالب بردد فعل لقاء كان من المرتقب على أن يتعب مدينة الضار البيضاء على أرضية الملعب محمد الخامس ولكن بعد الظروف الطبيعية الأمطار الغازيرة لاحظنا لأن أرضية الملعب محمد الخامس تأثرت كثيرا ولم تعود صالحة لإجراء لقاء في كرة القدم لهذا الرجاء الرياضي تقدم بطلب لنقل اللقاء من الضار البيضاء لملعب مراكوش الذي يعتبر من أفضل الملعب إفراقية أرضية الملعب من الطراز الرفيع ستساعد الفريقين بشي قدمونه واحد طبق كراوي يليق بصمعة الرجاء وكذلك الإسماعيل المصري المتأهل لنهاية البطورة العربية سيواجه اتحاد جدة سعودي في حلقة دي اليوم سأتحدث عن العديد من الأشياء بعد الخروج من دور أفطال إفراقية فيما يخص الرجاء هذا الخروج هذا واشغل يأثر على اللاعبين أم أنه سيشكل حافظ للعبين دي الرجاء باش يتأهلوا لنهاية البطورة العربية الخطة والنهج والتاكتيك المرتقب أن يلعب به فريق الرجاء الرياضي وكذلك التشكيل المرتقب أن يبدأ به المدرب جمال السلامي ستحدثه أيضا على فريق الإسماعيلي المصري ماذا تغير في هذا الفريق منذ لقاء الدهب لقاء الدهب تقريبا تلعب منذ سنة فبراير 2020 الآن نحن في يناير 2021 وكنا نعرفه على أن اللقاء تأجل عديد من المرات بحكم الجائحة دي الكورونا كيفما قلت ستحتو على الإسماعيلي الحالة الآنية دياله الوضعية في البطولة المصرية ستفرق كدير نقاط القوة نقاط الضعف العديد من الأشياء التي ستحتو عليه في حلقة ليهو وفي نهاية الحلقة ستكون لدينا توقع لنتيجة اللقاء توقع من ويهات نظري الشخصية أنتم أيضا كما هو العادة لا تنساوش تخليونا الأراء ديالكم التعليقات ديالكم التحليلات ديالكم وكذلك التوقع فيما يخص نتيجة اللقاء قبل أن ندخل تفاصيل الحلقة إذا أعجبتكم الحلقة لا تنساوش تدعمونا بلايك لايك مهم جدا باش الحلقة ديالنا توصل لأكبر عدد ممكن من الناس لما مشتركش في القناة ديالنا اشتركوا وفعلوش درس تنبيهات باش دائما يوصلكم جديد أول بأول طبعا لك أعجبكم المحتوى اللي كنقدموه وما تنساوش تجلو ستفحاتينا على الفيسبوك غير خليلكم اللينك في أول تعليق متبت ندخلو في تفاصيل الحلقة أول شيء سأتحدث على فريق الرجاء الرياضي اللي كانت عنده واحد منطلاقة رائعة في البطولة لعب خمسة اللقاءات أربعة انتصارات وتعدل واحد أقوى هجوم في البطولة سجل 11 لهدف ويتصدر على التعتيب 13 نقطة لولا الخروج المفاجئ والخروج الذي لم يكن في الحسبان من دوري أبطال إفراقية صراحة لغاية الآن لم أستصغ هذا الأمر ولكن ما مقاوش نعوده في نفس الأسطوانة قدر الله ما شيء فعل اللاعبين خصوهم ينساوا لإخفاق اللي كان في دوري أبطال إفراقية والتركيز دينهم خصو يكون على لقاء الاثنين المقبل ضد الإسماعلي المصري من وجهة نظري شخصية تنظر على أن الخروج من دوري أبطال إفراقية سيشكل حافز لللاعبين باش يقدموا لقاء كبير يوم الاثنين المقبل وأنا متأكد على أن اللاعبين سيضحون بالغالي والنفيس في أرضية الملعب باش يتأهلوا إن شاء الله لنهاية البطولة العربية إذا بغينا نتحدث عن الإسماعلي المصري الإسماعلي المصري لا يمر بأحسن أوقاته الفريق يعاني بكل ما تحمل الكلمة معنا عشوائية في تسير أزمة مالية مشاكل بين اللاعبين والإدارة والجماهير غير رادية عن ما يقدمه الفريق نتائج غير مطمئنة في الآوينة الآخرة إذا تحدثنا على وضعية الإسماعلي في البطولة الفريق العب ستدي اللقاءات يحتل المركز الآشر في البطولة انتصار واحد ثلاثة ديلة تعادلات وجوجل الهزائم آخر لقاء لعبو الإسماعلي المصري في البطولة هزيمة ضد مصر المقاصة بتلاتية لهدف واحد منذ لقاء الدهاب التي تلعبت قريبا منذ سنة تنظر على أن الإسماعلي المصري غير ستة أو سبعة دي المدربين وهذا الأمر يدل على شيء يدل على الوضعية الغير مطمئنة التي يعيشها الفريق استقرار إداري مكاينشت استقرار مالي الفريق يعاني أزمة مالية والإسماعلي المصري يعول كثيرا على هذا اللقاء باش يتأهل لنهاية البطولة العربية لكي ينعش الخزينة دياله بمداخل هذا المصابق وهنا تكمن صعوبة اللقاء إذا بغينا أن تحدثوا على الطريقة لغير إسماعلي المصري لقاء لتنظر على أن الفريق غير يعتمد على خطة دفاعية محضة مئة في المئة غير حاول يرجع اللور يمتصل حماس ديال لعبين ديال الرجاء الرياضي اللي غيكونوا بغين يشتجلوا هدف منذ الدقائق الأولى وتنظر على أن الإسماعلي المصري غي حاول يبغط الرجاء الرياضي بهدف لكي يبعطي الأوراق دياله لعبين ديال الرجاء مخصومش يتاحوا في الفخ ومخصومش أيضا يتاحوا في التصرع يدوروا كن بكورة بيناتهم في الدقائق الأولى ياخدوا التقاء ومبعد ذلك عندما تتاح الفرصة يستغلوها أحسن استغلال كلما سجل الرجاء هدف الدقائق الأولى كلما كما كنقوله سهل اللقاء عليه نقاط القوة ونقاط الضحف ديال إسماعلي فريق يتقن كرة القدم هجومية عصرية كيلعب كرة في الأرض وأيضا يتقن الهاجمات المرتدة فيما يخص نقاط الضحف ديال فريق دفاع هش بكل ما تحمل الكلمة من معنى لعبين ديال الرجاء بالإمكانية ديالهم بالتقل ديالهم بتجربة ديالهم يعني رحمي متولي مالونجو إلا كان حاضر بن حالي بتنظر على أن اللاعبين يمكن لهم يلحقوا الضرر بدفاع الإسماعلي المصري إلا استغلوا الفرص اللي غدتح لهم أيضا فيما يخص الإسماعلي المصري دائما كاللاحظة على أن الفريق المرضود البدني دياله كيتراجع في الشوت الثاني لاحظة على أنه في العديد من اللقاءات كيتلقى أهداف كثيرة في الشوت الثاني وهذه المسألة خصوة يعرفها فريق الرجاء الرياضي واللعبين دياله خصوهم يستغلوها أحسن استغلال إلا بغينا نتحدث عن أحسن تشكيلي بدأ به فريق الرجاء الرياضي في حراسة المرمى الزنيتي قلوب الدفاع إلا كان الورف اللي جاهز يبدأ هو اللاعب الهدودي إلا ما كانش الورف اللي غيكون الحداد هو والهدودي ظاهر الأيمن بطيب لاحظنا على أنه في اللقاء السابق خرج مصاب إلا ما كانش بطيب جاهز يبدأ اللاعب مذكور على الجهة اليسرى جبيرة وسط الميدان غيكون اللاعب العرجون وحده زريدة متحدثته على غياب اللاعب حافيدي صراحة اللاعب حافيدي الغياب دياله دائما مؤتر لاعب لقبته في العديد من المرات زرقاء اليمامة العين تاقيبة ترموميتر ديالفارق الرجاء منك يبغير يرفع الإيقاع كيرفعه لاعب أيضا كيسجل أهداف رؤية تاقيبة وفي العديد من المرات كي يعطيك تمريرات سحرية لا تخطر على بال المدافعين اللاعب مؤتر ولاعب لا غينا عنه في فريق الرجاء الرياضي الحافيدي للأسف ما غيكونش متاح تنظر علينا المدرب غي اعتمد كيف ما قلت على الأرجون زريدة وكي تقدمهم اللاعب المقعازي كصانع لعب وفي المقدمة يعني اللاعب مالونغو كيف ما كان عرفه وصيبة بفيروس كورونا واش غيكون حاضر ولا لا إلا ما كانش حاضر تنظر علينا المدرب غي اعتمد على اللاعب بن حليب كرأس حرباء وفي الأجنيحة غيكون اللاعب رحيمي واللاعب متولي من وجهة نظر الشخصية تنظر على أن هذا أفضل تشكيل يبدأ به فريق الرجاء رياضي اللقاء الـ 2 المقبل بالنظر للغيابات إلا كان عندكم شيء آراء ولا شيء تغييرات فيما يخص تشكيل خليهم لي في التعليقات ونتنقشوا كما هو العادة بشكل ودي نتمنى على أن اللاعبين إن شاء الله يكونوا في نهارهم يوم الـ 2 المقبل يقدموا لقاء كبير ويستغلوا الفرص اللي غتحلهم بش يدوزوا إن شاء الله لنهائي البطولة العربية الأمر لن يكون سهلا أقولها أعيدها وأكررها بالرغم على أن الإسماعيلي لا يمر بحسن أوقاته ولكن يبقى فريق كبير وقادر على أنه يخلق مشاكل لفريق الرجاء الرياضي عندنا واحد المثل المغربية يقول يلمشى الزين كيبقى وحروفه اللاعبين دي الرجاء تخصوهم يأخذوا اللقاء بالجدية حداري من استصغار الخصر اللقاءات تربح بالقرينتا بالقيتالية بالعطاء داخل أرضية الملعب ولا تربح بأشياء أخرى اللاعبين يخصوهم يستغلوا أنصف الفرص في هذا اللقاء يعني في مثل هذه اللقاءات يمكن يجيوك ثلاثة أو أربعا هذه الفرص يخصوك تستغلهم إذا ما أردت تأهل لنهاية البطولة العربية لأن التأهل يعني الكثير فريق الراجع الرياضي وغير ضمنه واحد المبلغ مهم مبلغ كافي لأنه يحل به الأزمة التي يعاني منها يعطي اللاعبين المستحقات ديالهم وأيضا يدخل الميركاتو الشتوي بقوة فيما يخص توقع نتيجة اللقاء يعني أنا أتوقع وأتمنى تنظر على أن الراجع الرياضي سينتصر بثلاثة أهداف لهدف واحد وسيتأهل وسيمر إن شاء الله لنهاية البطولة العربية النهائي اللي غيرتلعب إن شاء الله في المغرب إن شاء الله نتمنى على أن الراجع يتأهل للنهائي كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم الحلقة تحدثنا فيها على اللقاء المرتقب لغاية جماعة الراجع الرياضي والإسماعيلي المصري ما تنسوش تخليوا لأراء ديالكم التعليقات ديالكم وكذلك التوقعات فيما يخص نتيجة اللقاء ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك لما مشتركش في القناة ديالنا تشتركوا فعلوا جرس تنبيات بيج دائما يوصلكم جديد ديالنا أول بأول طبعا لك هنكعجبكم نوحتوي اللي كنقدموه وما تنسوش تجلو سفحة ديالنا على الفيسبوك هنخلي لكم اللينك في أول تعليق متبت كان معكم ريدامي قناة ورافينز سلام الله اشتركوا في القناة